قال مفوض عام وكالة الأنرى فيليب لازاريني أن مجتويات الجوع الكارثية في أنحاء قطاع غزة من صنع الإنسان أضاف أن إسرائيل تسعى للقضاء على عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أضاف لازاريني أن العالم يشهد حاليا الكارثة الفلسطينية الأكبر منذ النجبة وأن الوكالة دفعت سمنا باهظا باستهدفها المتكرر ومقتل نحو 180 عاملا فيها و120 منشأة تابعة لها منذ السابع من أكتوبر الماضي